يعني 3000 مشارك من 45 دولة مختلفة 400 فريق ومواهب بي جي قدر نوعه يحصد الميدالية الزهبية خلونا نعرف تفاصيل أكتر بنرحب معنا دلوقتي عبر الهاتف الطالب مؤمن محمد شحيط الحاصل على المركز الأول في المسابقة الفحية كمان معنا على الزوم دلوقتي صباح الخير عليك صباح النور عليك أول حاجة ألف ألف مبروك ألا بارك عضرتك مسابقة أكيد مش سهلة يعني 400 فريق فأكيد الموضوع كان صعب يعني عايزين نعرف منك سبب فكرة اختراع الروبوت وقات لكم منين وإيه الداعم أو الدعم للمدرسة قدمته لكم خلال تنفيذ المشروع إحنا سمعنا الأول عن المسابقة الكلام ده كان تقريبا في صخر اثنين إحنا سابقا في موضوع الروبوت ده من بدل مسابقة كانت أول مرة ندربها السنين عشان هي كانت صعبة وكانش عندنا الخبرة كافية أن إحنا نخشها دخلنا المسابقة تقاهلنا الحمد لله وكسبنا أخدنا مركز أول على مستوى المسابقة هنا في مصر وتقاهلنا لطيب أعتبر بدأنا شغل من شهر ستة لحد المسابقة طبعا قابلتنا طبعا مشيكة كتير وصعوبات عشان نقدر نصل اللي إحنا وصلنا له ده بس يعني الحمد لله تمام حاجة تشارف محمد أنا عايز أعرف منك أنتوا بتدرسوا إيه في المدارس إيه اللي درستوه خلاكوا تعملوا ربوت وتطوروا بهذا الشكل وتنفسوا في مسابقة عالمية وتحصدوا كمان الميدالية الزهبية والمركز الأول طبعا الموضوع ما جاش من المدارس على قد أن هو جاي من أكاديمية مواهب يعني هي اللي نمج فينا الموضوع ده وهي اللي أخدنا فيها الروبوت تكس هو اللي بدأنا فيها إنما المدارس عندنا مش هي اللي بتدينا الروبوت إحنا سننا سن مدارس عظيم لكن الموضوع مالوش علاقة خالص بالمناهج؟ لا شكرا لتوضيح طيب أحب أعرف منك إزاي قدمتوا في الأول كده في المسابقة وهل كنتوا متوقعين أن أنتوا قادرين تفوزوا بالمركز الأول برغم كل الدول اللي شاركت في المسابقة دي؟ هي كانت صعبة شوية بذلك كمان إنه إحنا كان معانا فرق في المسابقة بدئين شغل على الروبوت بتاعهم من 2016 بقى لهم زمن شغالين على الروبوت كما دخلوا بيه ممكناش متوقعينها قوي يعني بس الحمد لله بو سلم طيب شرح لنا كده فكرة المسابقة عبارة عن إيه يا محمد؟ يعني بتعمل إيه جواها؟ الروبوت بتاعك كان عبارة عن إيه؟ التاسكس بتاع الروبوت كان يعني بيعمل إيه؟ هي المسابقة كانت عبارة عن متها الروبوت متبرمنج إنه هو ينزل يدور على ضحايا محروقين وخلافه طبعاً يعني فيه حاجات توقعة النكاة كمان هي ليها كذا ليها كذا ليفل من الليفلين هو مفروض الروبوت ينزل يعمل لهم بيتكت يحدف لهم زي شنطة إسعقات الفكرة إن في المسابقة إن إحنا ما نعرفش المتاحة كل مرة بمنزل على الملعب المتاحة بتتغيب والمفروض إن الروبوت ليه ستارتين كوينت هي هي نفس الانتين كوينت فأنا مفروض أبتدي منها وارجع عليها تاني ده معنا إن اللي بيتم بخلال المسابقة إنتوا اللي بتتحكموا فيه بحركة الروبوت برمجة واحدة برمجة واحدة لا فاهمنا أكتر معلش محمد فاهمنا أكتر يعني إيه يعني الروبوت ده بياخد منك إشارات معينة هو بيتعامل بيها برمجة مثلاً أو الواحدة أوتوميتر لا هي بطبق برمجة أنا عملها ومنزلها على شمت في الروبوت الفكرة إن أنا بحطيه بكل الإحتماليات اللي ممكن يقابلها في الملعب وهو بيتصرف على أساس الإحتمالات اللي أنا حصلتها طيب أكيد فيه مبادرات كتيرة أكيد فيه اختراعات كتيرة لنفس الأمر اللي إنتوا اشتغلتوا عليه لكن إيه الجديد؟ إيه اللي إنتوا قدمتوه جديد؟ إن إحنا اللي يعتبر أحسن فريق وأكوا فريق حل المتاهة والروبوت يقدر يتنفذ على أفضل وقت عشان هي يعتبر زي محاكاة للطبيعة محاكاة للطبيعة طيب حلوة قوي إزاي قدرتوا بتغلبوا على الفرق دي كلها؟ يعني 400 فريق 399 غيركو اتغلبتوا عليهم إزاي؟ إحنا تقريباً يعتبر أنا بتي متائب أنا ستة سنين شغالين في الروبوت يعني إيه اللي إنتوا قدمتوه؟ الحمد لله الحمد لله عمد لله كبراً كافية يعني إحنا نخش مصابقة ونقدر ننفس فيها طيب محمد أنت والفريق بتاعك؟ آه كانت صعبة و... إيه؟ بتقول أنا والفريق اللي معايا إحنا عايزين نتعرف على أعضاء الفريق اللي معاك إنتوا كام واحد وزائر وشتغل فضل تكون ثلاثة معانا مش إسلام جسمن جسمن محمد وكريم محمد كل الشكر ليك طبعاً وليهم بكل التأكيد شرفتونا في مسابقة عالمية مهمة إنكم تقدروا إنكم تقدموا حاجة تشرفوا بيها نفسوك وتشرفوا بيها بلدكم نشكرك طبعاً شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل مؤمن محمد شحاطة الحاصل على المركز الأول في هذه المسابقة شكراً جزيلاً لك